أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مبادرة توطين وميكانة قطاع تجارة التجزئة هامة وأنها تخدم الاقتصاد المصري بصورة حيوية خلال اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة أشار مدبولي إلى أنها تسهم في دمج مزيد من الكينات غير الرسمية ضمن مضلة الاقتصاد الرسمية ودعم المشروعات التجارية الصغيرة والمتوسطة ومتنهية الصغر في قطاع تجارة التجزئة لميكانة أعمالها وضمها إلى منظومة الشمول المالي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن كما شدد مدبولي على ضرورة إعداد خطة تنفيذية لهذه المبادرة وتحديد مؤشرات لقياس تقدم الأعمال بما يضمن نجاح تطبيق هذه المنظومة